السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن اعراض الدورة الشهرية قبل نزولها بيوم واحد مغس الدورة الشهرية من اهم اعراض الدورة الشهرية قبل نزولها بيوم هو مغس البطن او التقلصات التي تحدث في منطقة الحوض نتيجة الدورة الشهرية ويمكن ان تستمر تقلصات الدورة الشهرية حتى بعد نزول دم الدورة بعدة ايام وقد تتراوح هذه التقلصات بين الخفيفة إلى الشديدة خاصة قبل نزول الدورة بيوم ويعود السبب إلى ذلك إلى محاولة الرحم التخلص من بطنة الرحم والبويضة التالفة 2- ألم السادي يحدث تورم وألم السادي قبل نزول الدورة الشهرية نتيجة الارتفاع مستوية هرمون البروجستيرون الذي تسبب في تضخم وانتفاخ الغدد في السادي في موعد الإبادة وقد تتسبب هذه التغيرات في الغدد في الشعور بألم السادي وتورمه في الفترة السابقة للدورة الشهرية أو خلالها 3- التعب قبل الدورة الشهرية يتسبب استعداد الجسم للدورة الشهرية في الشعور بالتعب العام وقد تواجه بعض النساء صعوبة في النوم نتيجة لانخفض مستوية الهرمونات مما يزيد من الشعور بالتعب وأيضا التورم حيث تسبب التغيرات في مستوية الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والبروجستيرون إلى احتفاظ الجسم بالماء والملح بكمية أكبر من المعتاد مما يؤدي لتورم الجسم وغالبا ما يزداد سوء التورم في اليوم الذي يسبق نزول الدورة أو في اليوم الأول من الدورة الشهرية وكذلك مشاكل الأمعاء حيث أن الأمعاء حساسة للتغيرات الهرمونية لذا تسبب التغيرات الهرمونية التي ترافق الدورة الشهرية في تغير عادة الأمعاء قبل وأثناء الدورة الشهرية وأيضا صداع الدورة الشهرية حيث يحدث صداع الدورة الشهرية خاصة الصداع النصفي وأيضا تقلبات المزاج ففي بعض الأحيان يمكن أن تكون الأعراض العاطفية لمقابل الدورة الشهرية أقوى من الأعراض الجسدية إذ قد تواجه المرأة الشعور بالاكتئاب والتهيج العاطفي والقلق ويعود السبب في هذه التقلبات المزاجية والعاطفية إلى التغيرات في مستوى الهرمونات وأخيرا آلام أسفل الظهر تؤدي تقلصات الرحم إلى حدوث تقلصات العضلية في أسفل الظهر وتتراوح شدة هذه الآلام بين الخفيفة إلى الشديدة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع للمزدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعموا بلايك وكومنتوا وشاروا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم وقناة الصحة والمطبخ